ما يقع في تونس الآن هو نوع من أنواع الإنقلابات على الدستور وعلى المؤسسات الدستورية لماذا؟ لأنه الفصل الثمانين من الدستور التونسي يقول بشكل صريح لأن رئيس الدولة ممكن أن يلجأ في الحقيقة إلى مثل هذه الإجراءات الاستثنائية ولكن بشرط أن يكون هناك خطر محدق بالدولة التونسية وفي نفس الوقت يشترط دائما هذا الفصل أن مواجهة هذا الخطر المحدق بالدولة التونسية يجب أن يكون من طرف الرئيس الدولة والمؤسسات الدستورية المتمتلة في الحكومة وفي البرلمان من ناحية الشكلية نلاحظ أولا على أن رئيس الدولة أقال أو جمد البرلمان أو صياح حسب الخطابات لأن هناك صريحين للرئيس مختلفين أقل رئيس الحكومة وكذلك يمكن أن نقول كما يقولون التونسيين سكر البرلمان بدون أن يكون هناك تشاور سواء رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان وهذا عيب من العيوب الشكلية التي نص عليها الفصل الثمانين من الدستور مسألة أخرى هو أن الرئيس في الخطاب الذي أعلن فيه الحل لم يتحدث بأي شكل من الأشكال على نوعية هذا الخطار الذي يهدد تونس حتى تعريف الصلاة الدستورية الثلاث سواء القضائية أو التنفيذية أو التشريعية كيف ستواجه نوع هذا الخطر إذن التفسير الذي تبنى قيس سعيد للفصل الثمانين من الدستور في تونسي هو معيب وأظن على أن الرئيس نفسه يعلام بهذا الإشكال هو أن ما قام به الرئيس هو انعكاسات كبيرة على البحر الأبيض المتوسط وكذلك على المحيط تونس سواء المغاربي وكذلك الأوروبي ولذلك لاحظنا على أنه هناك على الأقل من الدول الكبرى قصة البريطانية أو الولايات المتحدة الأمريكية تدخلتها بشكل كبير جدا الآن في ما يجري في تونس وأظن على أن هذا السياق رغم أنه سياق عربي بعض الدول العربية التي كانت وراء قيس سعيد إلا أن الأوضاع لم تظهر بعد بشكل جلي وأنه من الصعب جدا على قيس سعيد أن يجمع هذه السلطات وأن يتجاوز الأحزاب سواء كان ذلك حزب النهضاء أو أحزاب أخرى يسارية وكذلك بعض الأحزاب الليبرالية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني وكذلك القضاءات والمحامل في تونس من الصعب جدا فعلا أن نقول على أن قيس سعيد يمكن أن يسير إلى أبعاد مقطع نظر التنقضات سواء الداخلية والدولية القائمة والتي تترصد بشكل يومي إجراءات قيس سعيد في تونس شكرا